حكومة توازن سياسي تترقب الأوساط السياسية تشكيلها من قبل عادل عبد المهدي بتكليف من رئيس الجمهورية برهم صالح مساء أمس بعد أن قدمه تحالف البناء الكتلة النيابية الأكبر مرشحاً لمنصب رئيس الوزراء بالتوافق مع تحالف الإصلاح والإعمار حيث ستشارك جميع الكتل السياسية بتشكيل الكابينة الوزارية وفق أوزانها الانتخابية على أن يترك لرئيس الوزراء حق الاختيار رئيس الوزراء له حرية الاختيار الأحزاب السياسية تقدم أربع أو خمس مرشحين لوزارة معينة ورئيس الوزراء حر في الاختيار ولا يجبر على الاختيار ولكن سيرعى بذلك الحصيلة الانتخابية أو عدد مقاعد كل كتلة سياسية في البرلمان بما يوازيها في الحكومة بمعنى أن تكون هناك نسبة لكل الذين يشتركون في هذه الحكومة بمقدار وزنهم الانتخابي ويرى مراقبون للمشهد السياسي إن إلزام عادل عبد المهدي نفسه بسقف زمني لتنفيذ برنامجه الحكومي ووضعه مواصفات لمرشحي كابنته الوزارية بالإضافة إلى شرط عدم تدخل الأحزاب بخياراته قد يكونوا كفيلا بتبديد مخاوف وخشية البعض من عودة المحاصصة الحزبية وتقاسم المناصب دون تحقيق إصلاح سياسي السيد عادل عبد المهدي وضع أربعين شرطا أو أربعين نقطة لمواصفات المرشحين للسلام الحقائب الوزارية هذا أولا المسألة الثانية أيضا اللي تم الاتفاق مع الكتل لا تلزم الكتل السيد عادل عبد المهدي باسماء محددة حتى السيد عادل عبد المهدي طلب أن يعطى فترة زمنية ليقدم برنامج أو ليحاسب على برنامجه وهذا شيء جيد أنه رئيس الوزارة هو يطلب فترة زمنية يقول أعطوني مثل ستة شهر أو سنة أنا ملزم خلال هذه السنة أن أنفذ كذا وكذا وكذا وتباينت ردود أفعال المواطنين حيال انتخاب رئيسي الجمهورية والوزراء فمنهم من وجد فيها تقاسما للمناصب لم يختلف عن تشكيل الحكومات السابقة ومنهم من ينظر بتفاؤل على أمل إيفاء الكيانات السياسية بوعودها في الإصلاح أم نفسهم من 2003 والحبد الآن اللي سووا شنو رئيس الوزراء سيقول لك أنا مستقل على المستقل لحنا نريده فأكون جماعة يقول لك أن تابع المجلس الأعلى هو حاليا أن يقول لك الرجل أنا ليس من مجلس الأعلى أنا كمستقل فعلى هذا الضوء وصار مثل ما يقول جماعة عليه فنترجع خير إن شاء الله من عيدهم نقول إن شاء الله يعملون من أجل العراق ومن المفترض أن يستكمل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي كابنته الوزارية خلال مدة أقصاها 30 يوما من موعد ترشيحه وسط تنافس جميع الكتل السياسية على نيل مناصب حكومية أحمد عرام الحرة بغداد